أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم توصل إلى حل سريع بشأن إنهائها وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغرية ماريا جابريل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام سبعة وستين وعاصمة القدس الشرقية مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتواصل لحل بشأن يوقف الحرب على قطاع غزة وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب مدبولي عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصاردا جهود الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية بلغرية أن مصر شريك استراتيجي لبلادها لفتة إلى انفتاح سوفيا على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير قمح ترجمة نانسي قنقر